في عام 1544 رسم العالم مونتي خريطة الأرض هي نفس خريطة الأرض المسطحة الحالية وشعار الأمم المتحدة هو نفس خريطة الأرض المسطحة معقول فيه مؤامرة بهذا الفيديو رح نستعمل هاي الخرائط كإثبات أن الأرض كروية تابع الفيديو هلا والله موضوع الفيديو عن الخرائط المسطحة في البداية بدي فاجأك أنه كل الخرائط غلط بدون استثناء سواء خريطة ماركيتور أو سيمتي أو أي خريطة شفتها بحياتك ليش؟ لأنه لا يمكن تحوي الكرة إلى شكل ثنائي الأبعاد بدون تشويه مثلا جيب كرة وحاول تعمل منها خريطة لاحظ أنه في أجزاء احتجت أنك تمدها علشان تكون خريطة كاملة فصار هون عملية مد للأطراف نأخذ مثلا خريطة بسقاط ماركيتور الخريطة بيها تشويه لأن الأطراف تكون أكبر من الواقع مثلا جرينلاند تبين أنها بحجم أفريقية لكن في الواقع هي أصغر ب15 مرة لأن الأصل كرة والكرة لما تحولها خريطة ثنائية الأبعاد لازم نصير بيها تشويه لنفن هناك المهمة تحضر مكزين من التحسن اقلت على قطاع العمل لما تشويه بحاجة تتبين العملاق على زوجه تحضر بحاجة مكزين تحضر بحاجة سفوف كرة وضعت على زوجه حالي لاحق لاحق في كرة كل ما تحضر بحاجةстр يعني هناك كل يحضر كل من تحسن وكل من يقرب ولأنه فيش ولا طريقة لتحول جسم كروي لخريطة بدون تشويه رح تلاقي ألاف الخرائط من بين هاي الخرائط خريطة بإسقاط سمتي الخريطة هاي في الواقع خريطة بإسقاط كروي كأي إسقاط لازم يكون في تشويه تشويه في الإسقاط السمتي هو تمديد الأطراف نأخذ شكل استراليا مثلا شكل استراليا هيك لكن على خريطة الأرض المسطحة أو الإسقاط السمتي رح تلاقيها ممدودة بشكل كبير غير هيك الأحجام استراليا حجمها ربع حجم أفريقيا لكن على الإسقاط السمتي يكون حجمها متساوي تقريبا بحجم أفريقيا وهذا يدل لك أن الإسقاط يكبر الأطراف علشان هيك لا يوجد ولا خريطة ثنائية الأبعاد بدون تشويه نأخذ مثلا مسارات الطيران على إسقاط ماركيتور تلاقيها منحنية وكمان على إسقاط سمتي تلاقيها منحنية بدك مسارات مستقيمة استعمل الأرض الكروية الأرض الكروية تكون بها المسارات مستقيمة مش خريطة نائية الأبعاد لتشوه المسارات دائما وهذا يفسر ليش خريطة الأرض المسطحة تتكرر في كثير من الأماكن لأنها بكل بساطة نوع من أنواع الإسقاط وهذا يشرح لك سبب استعمال خريطة الأرض المسطحة في شعار الأمم المتحدة لأنه بكل بساطة الخريطة موجودة وسرقوها جماعة الأرض المسطحة وحكوا أنها خريطة الأرض لكن هي في الحقيقة إسقاط كأي إسقاط آخر إذا فتحت موقع الأمم المتحدة علشان تعرف سبب استعمال هذه الخريطة رح تلاحظ انه مكاتبين هاي خريطة باسقاط سنتي متساوي الابعاد فمجرد ما ذكر كلمة اسقاط رح تعرف انها كرة تحولت لشكل ثنائي الابعاد طيب كيف رح نعرف قصد ماونتي اللي رسم الخريطة هل قصدها كاسقاط ام انه فعلا يؤمن انه الارض مسطحة الجواب رح تلاقيه في نفس الخريطة تعمل زوم على الزاوية رح تشوف انه رسم قريطة حدوث الخسوف وانه سبب ظل الارض الكروي فالخريطة اللي استعملوها جماعة الارض مسطحة هي اثبات على كروية الارض في تبدأ اللخص النقاط اللي توضحت في هذا الفيديو واحد لا يوجد اي خريطة تنائيث الابعاد بدون تشويه لازم تعمل تشويه وهذا يشمل خريطة الارض مسطحة سواء تشويه بالاحجام او بالاشكال او مسارات الطيران ثنين شعار الامم المتحدة والخرائط اللي رسمت بهذا الشكل رسمت لانها نوع من انواع الخرائط مش لانها خريطة الارض المسطحة 3- الخراط اللي استدلوا بيها جماعة الأرض المسطحة هي تثبت كرويت الأرض